بدأت محطة تعرض HBO المسلثل بـ 17 إبريل 2011 بلغت معدلات المشاهدة ذروتها بالموسم السابع بمتوسط فاقة 30 مليون مشاهد للحلقة الوحدة على مختلف منصاتها فيلم أفينجرز جيم اند شاهده 30 مليون أمريكي بخلال 3 أيام لحلقة الأولى من الموسم الثامن لصراع العروش شاهدها 17 مليون أمريكي بساعة وحدة بالموسم الأخير تتحدث التقديرات عن ارتفاع تكلفة إنتاج الحلقة الواحدة لتصل إلى 15 مليون دولار شعبية المسلثل دفعت أكثر من 86 ألف شخص حول العالم بالتقدم بطلب للمشاركة كاكومبيرس على نفقتهم الخاصة تم بث المسلثل بأكثر من 170 دولة ووصفته مجلة تايم أنه العمل الفني الأوسع انتشارا على وجه الأرض تم تصوير المسلثل في 8 دول مختلفة من بينها دول دولة عربية وهي المغرب أما في إرلندا الشمالية تقدر السلطات أن 17% تقريبا من السائحين توافدنا على البلاد لرؤية أماكن تصوير هذا المسلثل العمل يمتلك رقما قياسيا فريدا في تاريخ جوائز إيمي المرموقة كونه المسلثل الدرامي الأكثر حصدا لها بإجمالي 38 جائزة وفي عام 2015 أصبح العمل الأكثر حصدا لجوائز إيمي بعام واحد بعد الفوز بـ 12 جائزة من إجمالي 24 ترشيح بشكل إجمالي حصدا المسلثل حتى اليوم 308 جوائز بعد 596 ترشيحا من 82 جهة مختلفة يعتبر الممثل الدنماركي نيكولاي كوستر الذي يلعب دور جيمي لانيستر الأعلى أجرى في المسلسل إذ يطلقى أجرى عن الموسم يصل إلى 16 مليون دولار اشتركوا في القناة